يعني بداية صفة الخجل لدى الطفل إيه اللي بيخلي الطفل خجول؟ هل هي صفة مكتسبة ولا ورافية؟ وأهم السمات إيه؟ يعني في البداية طبعا بحييكوا جدا على اختيار الموضوع والاهتمام بقضايا الطفل لأن قليل قوي البرامج والتوكشو اللي بتركز على الطفل وقضايا الطفل بالرغم أن الطفل عنصر مهم جدا في البناء المجتمع والحفاظ على تماسكه وتوازنه وكده وهو صنع المستقبل فالاهتمام بقضايا الطفل ده جزء كبير جدا من اهتمام بقضايا المجتمع وده البنية الأساسية لما نيجي نتكلم عن حساس الخجل هل هو سلبي أم إيجابي وليه الطفل بيحس بالخجل وهل ده وراسي بشكل فطري أو كده أو هو مكتسب هنقدر نقول أنه ليه علاقة كبيرة جدا بالمعاملة الوالدية اللي بيتلقاها الطفل داخل الأسرة فأي معاملة سليم التنشئة اللي بيتلقاها الطفل داخل الأسرة بتنعكس بشكل كبير جدا على بناء شخصية الطفل وبالتالي فإن سلوب التنشئة هو اللي بيتلقى يعني بتبقى سلوب التنشئة اللي بتنتهجه الأسرة في معاملة أبنها لمخرجات معينة إما أن تكون مخرجات سلبية وإما أن تكون مخرجات إيجابية فلو هكينا هنتكلم عن الخجل الخجل فيه جزء منه إيجابي لكن لما يبقى فيه شكل من أشكال الخوف والرهبة من التعامل مع الآخرين فيه ابتبعد عن الآخرين وعدم القدرة على الاندماج وعدم القدرة على التوافق الاجتماعي والتفاعل بشكل إيجابي مع الأفراد المجتمع ومع الجماعات الأطفال والأصدقاء والأكران والأسرة ده نتكلم هنا أن دي ظاهرة وتشكل خطر نبدأ أن ينتبه لها والوالدين ينتبهوا لها بشكل كبير جدا ويبدأوا يكونوا على وعي كبير جدا بإيه الأسلوب اللي الممكن ينتهجوه بشكل يعني فيه وعي وفيه إدراك إزاي يقدروا يتعاملوا مع الطفل في هذه الحالة وعلشان كده بنقول فيه استراتيجيات ممكن الأباء ممكن يقدروا ينتهجوها من أهمها طبعا تقديم الدعم والمساندة والمشاركة وإننا ننسب لهم بساحات من التعبير عن الرأي والاستماع إليهم بإنصات علشان نزرع جواهم الثقة بالنفس نحطوهم في مواقف يكون فيها تفاعل ممكن نعمل دعوة لأصدقاءهم نخلق حالات من حالات التفاعل الاجتماعي فيها تفاعل اجتماعي وشوف هو هيتفاعل إزاي وشوف أنمات سلوكه هي إيه أخرجه لو هو بيعاني أصل الخجل ممكن أنا أريد أن أوقف حضرتك يا دكتور عندي تعليق على كلمتين حضرتك قلت الخجل قد يكون إيجابي ومحمد وهو بيكلم في بداية الإنترو بيقول جريء بحدود ليه يبقى جريء بحدود وليه الخجل ممكن يكون إيجابي يعني فين المشكلة أن الطفل يكون جريء لأقصى درجة وأعتقد أن فيه فرق بين الخجل والحياة ليه الخجل أنه هو يكسف يعبر عن نفسه أو يكسف يطلب حاجة أو يكسف يرفض حاجة ده ممكن يكون إنشه يجبيني